ألقى دكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة كلمة مملكة البحرين في حوار الأمم المتحدة للطاقة رفيع المستوى الذي أقيم على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بمشاركة قادة الدول ورؤساء الحكومات ووزراء من مختلف دول العالم واستهل ميرزا كلمته بنقل تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدأ حفظه الله ورعاه وتمنيات جلالته بنجاح انطلاق الدورة مؤكدا حرص مملكة البحرين على تعزيز دورها في منظومة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتزامات المملكة الدولية والإقليمية والعالمية بشكل عام والمتعلقة بالطاقة بشكل خاص كما استعرض الدكتور ميرزا أبرز الإنجازات والشوط الكبير الذي قطعته مملكة البحرين في الوصول إلى الأهداف الوطنية للطاقة وأبرز المستجدات في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة إضافة إلى مسيرة التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتطرق إلى الإنجازات المهمة التي تحققت في مدة قياسية الأمر الذي يعكس جدية قيادة مملكة البحرين تجاه الرؤى التنموية الشاملة وتحقيق استدامتها بخطا حثيثة لجعل المملكة مركزا متميزا في مجالات تنويع واستدامة موارد الطاقة ترجمة نانسي قنقر